عام مر على الحادثة التي حصر فيها هؤلاء الصبية الاثنى عشر مع مدرب فريقهم وايلد بورج لكرة القدم داخل كهف بشمال تايلند في واقعة أثارت اهتمام العالم ليعود الآن في الذكرى الأولى للحادثة إلى المدينة معلنين تأسيس فريق جديد لكرة القدم واجتمع الصبية المراهقون الذين كانت تتراوح أعمارهم آنذاك بين أحد عشر وستة عشر عاماً مع مدربهم البالغ من العمر خمسة وعشرين عاماً إيكابول شانتا وونج يوم الأحد بعد عام كامل من نفس اليوم الثالث والعشرين من يونيو حزيران عندما تقطعت بهم السبل بينما كانوا يستكشفون سلسلة من الكهوف في إقليم تشيانج ري بشمال تايلند وغمرت الأمطار الموسمية الغزيرة الأنفاق وجذبت محنة الفتية ومدربهم اهتمام العالم حيث تدفق غواصون ومهندسون ومسعفون وآخرون من كل حدب وصوب لتقديم المساعدة في هذه المهمة المحفوفة بالمخاطر والتي استمرت سبعة عشر يوماً إلى أن تكللت جهود انتشالهم بالنجاح إلا أن جهود الإنقاذ شهدت غرق غواص سابق في البحرية التايلندية أثناء مهمة لوضع عبوات أكسوجين في عمق الكهف وهو ما جعل الصبية ومدربهم يقضون بعض الوقت كرهبان بوذيين مبتدئين في أحد المعابد تمجيداً لذكره وأعلن رئيس الرهبان في المعبد تأسيس الفريق الجديد ليكون أكاديمية يديرها تشانتاوونغ وقدمت التبرعات من الحاضرين للمساعدة في تمويله